ليه لا سنتين كمان تعالى نتكلم عن ميدو الإعلامي بقى شوية ميدو الإعلامي نفسه تغير وقت ما بدأ الإعلام عن ميدو دلوقتي كبرامج خاصة كمقدم برنامج مش كضيف أو كمحلل انت بقى لك تلات سنين بتقدم برامج صح؟ سنتين تلاتين ميدو من أول السنتين عم ميدو دلوقتي مختلف؟ مختلف طبعا لأنه كونت خبرات أكتر ممكن في وقت أخش في اصدمات دلوقتي ممكن ما أخشش فيها أأجلها مش دلوقتي كل ده مع الشغل بتتعلم حاجات كتير والحمد لله أنا سعيد في وظيفة الإعلام أنا شاف هاني أننا عندنا دور مهم جدا أنا وانت وكل شبابنا الشباب وزمائلنا أننا الحمد لله دلوقتي في جيل جديد طالع عندهم وعندهم علم وعندهم تواصل مع بره فالنهاردة لما يكون عندك أعلامين بالشكل ده يقدروا يقول للناس إيه اللي مفروض يتعامل مظبوط ويفضلوا يعني هايلايت الحاجات الكويسة أو بتنور على الحاجات اللي خلط اللي بتحصل أنا شاف أن الرسالة مهمة جدا وبس يعني ف تعجبني دائما في اختيار الزاوية بتاعت الموضوع يعني الموضوع كل البرامج هتطلع تتكلم فيه موضوع واحد حصل النهاردة اختيار الزاوية بتاعت مناقشة الموضوع عند ميدو بتبقى مختلفة ودي نقطة يعني بتميز ميدو كمقدم برامج انت بتشتغل ازاي بتحضر شغلك ازاي بالشكل ده و ازاي بت يعني هل خبراتك كلاعب كرة سابق وانك اشتغلت مدرب وانك بتعامل مع الجماهير من خلال اللعب في الدور الإنجليزي ده كله بيأثر في طريقة تقديمك للبرامج بتاعتك بص هو أنا الحمد لله يعني القصة يعني الحمد لله يعني مشى بشكل كويس ليه ان انا الحمد لله عندي حاجة ان انا ايه يعني متواصل على السوشيال ميديا بقى ارى طول اليوم اخبار كتيرة جدا وارتكالز كتيرة جدا وحاجات من الصبح يعني خلي بقى ان الحمد لله عندي ميزة مهمة جدا يعني ان انا بصحب قدر فبقى من اول اليوم مسكو الاخبار اللي بتنزل شفت فكرة مثلا انت عاملت هيا طب نعمل عندنا ازاي يعني اخش متطور اه داخل عايش الموضوع فبصح من بدري انا رئيس التحرير بصح بالكتير يعني لو انا بتاع تمانية تمانية ده بالكتير ده لو انت متأخر في الطبيعة بصح سبعة بصح بطلع ماشي الكلاب وافطر انا عايش كده انت بتخلص هوا الساعة واحدة بتنامس ساعة كم بنامس ساعة تنين ونص بصح مثلا اتنين ونص واسحة تمانية تسحة تمانية ده فايق مش غزبن عنك لا لا بصح خلاص هو جسمي خلاص بتعود وبصح بقى اروح الشغل كنت اتكلم عن رئيس التحرير اه بكلم عن رئيس التحرير يعني معزبه معي بالساعة تمانية ونص صبح بقى تديه تليفونات كذا انا عايش كذا ببعتلي كاميرا الحتة فلانية فانا عايش شغلانة يعني عايش ما بسيبش حد يعني هم بيعاملوا شغلهم طبعا لكن انا ايه انا سايق الموضوع من الصبح بها ده ما اللو عايزين نعمة كذا عايزين نعمة تقارير عن كذا حاول طب تجيب كذا حابب الشغلانة طيب انت